عداف الحارس هذا في موقف محرج السؤال المطروحة هل هي ضريبة عشق هذا الحارس للمديات أم سوء اختيار أم هو ضحية الوجهة اللي حدد هالوكيل لللاعبين بتاعه الله يساعة صاحبي تدبور بش نبدأ واضحين يجبنا نحطوا حاجة في طارها اللي هي اللي هي حتى حد مشوق في امكانيات الدحمان كحارس مرمى نبدأ من التفقيل بقى دحمان نجمو نقولو خلص ضريبة الشوام بتاعهم صحيح كان في وضعيته في نادي الاسفاق سينادي الام اللي فيه كبر وفيه مشا المنتخب ولا خلينا من الماضي خلينا توم عشان اي صاحبي مشنا نبدأ خرج كان احسن حارس وفي بطولة بودور ومعاك لكن من حق الحارس باش يحسن وضعيته اي اخترت رقبين بان اللوفر اللي جاته اللوفر اللي جاته وقتها اللي تسمح له باش يحسن وضعيته جاته لوفرم السعودية بو ما رفضش ولهنى عنده مثل سبكه نتذكره البلبولي عاش نفس التجربة وعاش نفس المصير اما اقتعب البلبولي مفماش النجوم اذو ما النجوم بالمليارات ساعات ساعات اهنى مشا الفريق متوسط محدود الامكانيات مش من المراهنين الجديين على 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 البطولة يلعب في الدوري كما اقولوا واحنا البد تبلو موش من الفرق ما عندوش ملاعبية ما عندوش امكانيات باش 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 يشري ملاعبية كبار و باش يكون من المراهنين دونك يعرف روحوا وين مشا جاء في دوري في دوري سعيب برشا يعيزوا بالنجوم يعيزوا بالنجوم فيلعب في وريق في فريق متواضع بصراحة الراو الاهداف اللي يتفرج في المبارات مش من دحمان ما فاماش يكيب بشراعة وجيب انتي بونو من المغرب ما فاماش جامعي تيشكون قول انه انا هو بيستعمل مسؤولة اسمعني 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 شو طوى اللي صار صار بذحمان مطالب هو ووكيل عمله باش يغادر باش يلقى طريقة باش يغادر بها لانو بصراحة بصراحة ما عاش ينجم يلعب ما عاش هو فقد الثيقة في زملاء والزملاء والفريق وكل وغادرة باش ينجم خطر راو منا يرجع جلوس ليه ليه يلقى طيران دانتونت ليه يلقى طيران دانتونت صح وليو قدت اليوم تسعة غدوة عشرة غدوة سبعة غدوة ثمانية هالمشكلة كحارس تونس مش تخسر حارس عنده كنية اي هي خسرته وقت الحاب نقوله باختساره لانه هي مشكلة عميقة وطويلة انو حارس الدحمان هو يعبر هو يعبر على مشكلة تونس على مستوى الحرس المربع اي حارس نعتبره احسن حارس في تونس ليه يلقى نفس المشكلة لماذا احنا مشكلتنا في تونس انو حارس المربع ما يتعرق الا انواليو نلعبه مقابلة الدولي على المستوى الدولي يعني الخطر احنا نلعب اكثر شي على الدفاع وساعات الدفاع عنده ترواه نفو الحارس سعيب برشا باش يتعرق خاصة معناش مواجمين قويين دحمان قيروح وقدام في بطولة فيها مهاجمين والدفانس متاعه فارغ قالوا رتعرق معنا احنا كنجيبونا احسن حارس في تونس مشكلتنا نفس الوضعية كما قلت انتي بالبولي ولا اي هز تحب انتي بتاقم من نفس الاحكاية خاطرنا في تونس بطولتنا ما عناش مهاجمين وعنا دفانس قوي يغتيلك نمبر الليزان الكونينيون والعيوب متاع اي حارس مالرزمان صاحبي الحارس المرمى ديما سي لديرني رمبار وكل وراه هو الدفاسور كي يغلط سي باقراف واللاتاكان كي يغلط مي مركيش سي باقراف حارس مرمى وراه ثم كان ليني متاع الهدف لانك ما عاش عنده حتى امل اخر اللي انا اليوم كيتلوج على الانتيري فنانسي قبل الانتيري متاع انتري تريد بالكاريير هذه هي مشكلة كبيرة سيمونش انت كنت وكيل لاعبين وكيل لاعبين متاعوا سي و سيمة تايب اللي يهزوا لهذا النادي يتحمل مسؤولية الاصابة بالحارس بيسير سيرتول الشواء اذا كان هو يفوات رونت هو راو ساسمه الحارس الحارس المرمى كان معناها امنيته يغادر لان الظروف تعرف الظروف مالية اللي صارت بالنادي سفاقسي يجسيرتوا فرصة وخرج حر لكن اليوم وكي تبدأ عندك بكو دوشواء ينجم الوكيل يختار الميير شواء سيقوم بفرسمن فرسمن 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 يا مونجي يا مربي سامحني تفاقسي ونانا حارس المتخب الكاميروني تبيع بمئتين وعشرة مليار دوائت مشي المانشستر اعمال الكوارث في ستة مباريات الولانية الناس كل قامة وقعت مئتين وعشرة مليار دوائت يلعب في المتخب الكامير في معشانسر يونيتد شوفوا كيفاش رضعت الثيقة على خاطر يلعب في فريق يمر بفترة لا انتما نجم تعصيل ووضح 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 سيمونجي انشاء الله ايمن دحمان يخرج من الظرف الخائب اللي يعيش فيه انشاء الله يحدد وجه ما افضل انشاء الله يكون عنده شخصية لازمة ويكون عنده شخصية ويختار الوجه الصحيح حتى لا تخسر تورنس حارس ابين امكانها عنده امكانيات كبيرة انشاء الله ربي يقدر الخير هكا نوصل برنامج انشاء الله غدوا باش نحكيه ونفتحه ملف الملعب التونسي هذا الفريق اللي قاعد يصنع في الحدث في بطولة الكبار انقلكم الى اللقاء متابعة لبقية برامج راديو مات